هي ليست تصريحات سياسية بقدر ما هي صاروخات إنسانية تنطلق بين فينة وأخرى من داخل البيت الأممي في تأكيد نادر على أن ثمة إنسانية ما زالت في أروقة الأمم المتحدة وعلى قيد الحياة السياسة مصالح عابرة والإنسانية هي شراكة الألم والإحساس الدائم به وها هو مارك لوكوك يفجر قنبلة القمح الثانية في مطاحن البحر هي صرخة تأتي في غضون أشهر قليلة من صرخة برنامج الغذاء العالمي في أن الميليشيات الحوثية تسرق القمح الإغاثي لفقراء اليمن في حين يموت اليمنيون جوعا وهو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك يطلق صرخته بالتزامن مع حديث عن التوصل إلى اتفاق مبدئي فيما يخص ملف الحديدة في ماراثون اتفاق السويد المتعسر وقال لوكوك إن ميليشيا الحوثية ما زالت ترفض فتح خطوط العبور أمام الأمم المتحدة مانعة دخول المواد الإغاثية إلى المناطق المتضررة منذ سبتمبر الماضي وفيما يشرف أكثر من عشرة ملايين يمني على الموت جوعا ترفض الميليشيات الحوثية السماحة للأمم المتحدة بالوصول إلى مخازن مطاحن البحر الأحمر التي يوجد فيها قمح إغاثي يكفي لإنقاذ حياة ملايين اليمنيين مما خالب الهلاك وعلى ذات السياق المتصل بحرب الميليشيات الحوثية على الفقراء ونهب قمح حياتهم كانت الميليشيات قد قصفت صوامع المطاحن بقذائف هاون أحرقت ما يقارب ربع المخزون الإغاثي من قمح المساعدات الإنسانية فيما ثلاثة أربع الكمية من القمح المخزون يأكله السوس حاليا وليربط اليمنيون على بطونهم الخاوية حجرا أو حجرين